وجه سموه الشيخ حمدان بن زايد دالنهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من كارثة الفيضانات التي تعرضت لها الهند مؤخرا وأمر سموه هيئة الهلال الأحمر بتنفيذ برنامج إنساني يلب احتياجات المتضررين الأساسية ويعمل على تحسين ظروفهم كما وجه سموه بسرعة إيصال المساعدات للمستهدفين الذين شردتهم الكارثة ويواجهون أوضاعا في غاية الصعوبة